طبعا الفيديو جراف أول ما بدأ وقلنا الماني يونايتد ما زال أكثر الأندية حصولا على وأكثر الأندية إحرازا للأهداف شيء يزعل اللي يحصل للماني يونايتد محمد أكيد أكيد يعني يزعل خاصة فترة الغياب طالت يعني احنا بتنكلم بلد في عشر سنين تقريبا مانشو السلنايتد يمكن مش موجود تقريبا بيكون بين الأربع الأوائل يمكن دائما الناس بتستعيد التصريح الشهير لجزي مورينيو لما قال أن أفضل مركز أنا أخدت أخدت 25 بطولة أفضل مركز أخدت هو الثاني مع منشو السلنايتد والناس هتعرف وقت من الوقت أن ده إنجاز كبير جدا أعتقد ده بيلخص بشكل كبير جدا الوضع اللي موجود فيه منشو السلنايتد سواء طريقة إدارة النادي أو الإدارة النادي أنا وأنت يعني نتكلم كده لأن أنت بتتكلم في عشر سنين في نادي يعتبر أكبر الأندية على مستوى العالم وطبعا أكبر الأندية على مستوى الإنجلترا بنتكلم عشر سنين وبتكلم على حجم إنفاقات كبير جدا جدا بتكلم على عدد من اللاعبين المميزين وإحنا لغاية دلوقتي بنتكلم من فيه إخفاق وما زال المانيو نايتد مع بداية البريميال ليج هزمتين بتكلم من مورا الأولى بريتون 2-1 ثم 4-0 أمام برينفورد كلها على ما تستفهم أنت شايف المشكلة فين؟ المشكلة الإدارة يعني الإدارة طبعا الإدارة بشكل كبير جدا لأن الفلوس كتير جدا في منشستر نايتد ما عندوش مثلا بيعنيش من أزمة مالية لو جلنا نبص يعني حلنا من منطق الفلوس فقط فهنبص على منشستر سيتي الإدارة الحالية استلمت النادي لزاي بدأت مشروعها لزاي النهاردة فين منشستر سيتي هنبص على إدارة ليفربول الحالية استلمت النادي لزاي النادي النهاردة فين هنبص على نيو كاسل الموسم اللي فات الإدارة الحالية استلمت النادي وهو يمكن خسران تقريبا أغلب مرشاطه ومقدم مستوى صعب جدا في الموسم الأخير في نهاية الموسم كان تقريبا من أصعب الفرق اللي انت ممكن تلعبها الموسم الحالي بدأ نيو كاسل بشكل جيد داع من ناحية الإدارة لو جئنا نبص على الإدارة الفنية للفريق هنبص على فريق زي أرسنل أرتيتا ميسك أرسنل كان الفريق في وضع غير جيد الموسم اللي فات أرسنل نهى الموسم من أفضل الفرق اللي نهت الموسم وحاليا من أفضل الفرق اللي بتبدأ الموسم فبالتالي هي فكرة أنت معاك فلوس كتير طب بتديرها إزاي إزاي بيتم كام مدير إدارة تغير فيه مشوص رنايتد مايكل إدوارز أو غيره فبالتالي كل دي مشاكل اختيارات لعبة إزاي بيتم اختيارات المدير الفني إزاي بيتم فكل دي مشاكل معانا منها منشوص رنايتد حتى لما وفيه غضب كبير جدا على مستوى ملاك النادي أيون ماسك النهاردة تلع والناس لسه مش عارفة إذا كان الرجل لا بيهزر ومبيهزرش يعني يعني هو قالها على سبيل الضعابة ولا على سبيل الجد وانت شايف أن لازم تغيير الملاك هل تغيير الملاك بالنسبة لما يجب أن يكون الحل أم الحل في إدارة عندها جزء كبير من الملفات اللي لازم تشغل عليه على مستوى الملفات اللاعبين على مستوى الإدارة الفنية أو المدربين أو المدربين يعني هي خدت خطوة جيدة للموسم الحالي بوجود تنهاج يعني خلاص هي جابت مدرب ده مشروع وهيشتغل هو مدرب كويس جدا لكن لما هنيجي نبصها كيف هدعمت إدارة منشستر ناتل التنهاج مش هنلاقي أنه في دعا ما هي تقدمه أصلا يعني أنت بقالك 4-5 سنين 10 سنين بتصرف لعيبة على لعيبة تقريبا يعني وأرقام مبلغ فيها زي بوكبة ومجوير وغيره لما جيت مدرب كويس وعايز تعمل مشروع كويس تبني عليه زي ما عمل أرسنل مع أرتيتا أو ليفربول مع يورجن كلوب ما عملتلش حتى ميزاني للتعقدات لو جينا نبص على التعقدات بتاعة منشستر ناتل الموسم الحالي ما فيش ولا لعب مؤثر وبعدين متأخرين جدا وبعدين دلوقتي جاي بيتكلم على كزمير وبيتكلم على بسبب 40 مليون يورو تقريبا قاعدوا يتفاضوا مع آيكس شهر كامل في حين هو كان بيدفع في لعب زي ماجوير ده فورا 80 مليون استرليني بوكبة دفع 10 مليون استرليني دفع في لعيبة كتير جدا أرقام مبلغ فريد 40 مليون يورو فبالتالي انت لما بدأت تختار لعيبة جيدة والعيبة كويس ممكن تستفيد منها بشكل كويس مستخسر في الفريق طب النهار ده انت تزنأت لما دخلت الموسم دخلت الموسم بشكل سيء جدا فبدأت تبص على كزميرو لو كزميرو ده كان تمنه 40 50 مليون استرليني عيبة 80 طبيعي كذلك انت تبص على بس هو عرض 135 مليون على جو سانشو غير سانشو كمان جوان فليكس طبعا لعب الأتلاتيكو مادريد 135 مليون واترفض كمان العرض بالزبط فانت هتبدأ تتفاوض ما فيش نادي هيسيب اللاعب بتاعه في الوقت الحالي الا برقم مبلغ فيه لانه انت بتتكلم فيه ان ظروف صعبة جدا المواسم في الدور الأزباني بدأت فانت هتبدأ تبني من دلوقتي فبالتالي انت خسرت تعريبا ولو جدت لعيبة دي النهاردة انت تعريبا منشست رهيب خسر نص الموسم او خسر الدور الأول بالكامل انا اتوقع ان مش خسر الممكن يخلص الدور الأول هو بين مركز العاشر مركز 11 ونص الجدول طبعا وبعدين يبدأ في يناير يبص على اللاعبة التي ممكن نتعاقد معها فبالتالي على ما ينهي الموسم مستحيل هيكون في الأربعة الأوائل